اليوم بنناقش الكارديو بسيطة و سريعة هذه الأبجيكتز في اليوم نغطي فيها الكارديو بسيطة نتكلم عن الشايمبر والفالف والبوسيشن والارتريز هنا ان شاء الله في اللكتر هذول هم الكيوورد في اللكتر توقع بيعطوكم نسخة من اللكتر فاللي حاب يراجع الكيوورد بعدما نخلص المحاضر طيب what are the cardiovascular components عندنا في الأساس الهارت which is the pump وعندنا الارتريز the capillaries and veins وهم النتوك of blood vessels which will be discussed in details later طيب what are the functions of the cardiovascular system it is a transportation system transports blood by the heart pumping the blood to transport nutrients like water nutrients and hormones and oxygen and water to the cells and remove wastes for example carbon dioxide and it helps to maintain the body temperature so the heart the heart the heart is a hollow cone shaped muscular plant responsible for the circulation and we will discuss and we will discuss the cardio respiratory circulation and the cardio and the rest of the body and the surface anatomy and the surface anatomy if we have a patient with me 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 and the apex of the beat it's approximately 3.5 inches away from the midline with the sternum with the sternum with the sternum and the sternum is the sternum with the sternum and the sternum and the sternum الهارت has the apex هنا والباس the heart والبوردر والبوردر عندنا right border, left border, superior border و inferior border. So the heart surfaces عندنا sternocostal anterior أمامي وعندنا الخلفي اللي اللي هو الديوفرامتك اللي هو على الديوفرام. طيب مكان القلب. مكان القلب يوجد في هذه الثراث الكافيتي. هذه الثراث الكافيتي. وبتوين الغشائين موجود في السنتر في الوسط. في الميدل مديستينا. هذه المديستينا. مقسمة لسوبيريا. مستيريا. مدل الموجود في القلب وانتيرا عندنا فإحنا focusing على الهارت فهو it's in the middle. مديستينا. أو as you can see two-thirds of the heart lie in the left medial plane. الleft. هذا الleft. And it is enclosed by a double-saccerous membrane. اللي هي بريكارديم. Discussed more in detail in the next slide. So عندنا الهارت وال. It's made up of endocardium, myocardium, apicardium, and tericardium. Endocardium هو أقرب شيء للداخل. من داخل البرة هلنتكلم. Endocardium هو أول طبقة. It's in a layer. Compose of endothelial cells. Provide smooth. يعني سطح ملس. Elastic. Non-adherent. يعني عشان ما تلسق فيه الدم أو يتكثف فيه. مثلاً جلطة أو شيء. ومنها القلب. الدم يلامس هذه الطبقة. الطبقة اللي بعد هي المايكارديم هي العضلة. البلق. الوراء كل النبضات. القوة النبضات هي الطبقة المايكارديم. ثم عندنا الأبيكارديم. اللي هي outer layer of the heart. عندنا الأوتر layer of the heart. عندنا الأوتر layer of the heart. اللي هاده. البريكارديم. وعندنا آخر طبقة الهيبريكارديم. ومهمة جداً لأنها protect the heart from trauma. من الضربات والشوكس والسترس. وحتى الانفكشن من المجسمات القريبة مثل الرياح. وتعطيه زي اللبريكات للهارد. when it's beating to prevent friction. وإذا جاء التهاف البريكارديم. أميبريكارديث. في الانفكارديم بالإيديكارديم. ما نفكارديث. طيبياً أنا سنناقش الشاملات في الهارد. الشاملات في الهارد عندنا four chambers. two atrias, two ventricles. left and right side. So the atria is superior position. زي ما أشاهد ما. these are the atrias. they are thin walled. إذا قارنتها بالفنتricles. في الفنتricles كيف والوالواحية ديك. يعني هم يستقبلون الدم سواء كان يستقبلونه من الجسم أو من الرئة مثلا هنا يستقبل ذينس بلد من البادي كان يستقبله من الرئة ثم يدخل على الفنترقل إذا قرنتها موجودة في أسفل الأطلية ويوجدون أسفل الأطلية ويوجدون أصاب الأطلية ويوجدون أسفل الأطلية طبعا الرئيسي للأطلية طبعا عكس الجهة التي ترى أنك إذا تجد تشوف المساعدة فهو عكسك فالرائت سايد دم غير قليل الأكسجين ولفت سايد يكون أكسجينيت جاي من الرئة أكسجينيت ثمن يضخه اللفت ذنترقل للبادي من الأورت طيب عندنا قلنا الرايت أتري ورسيز فينس بلد انترين الهارت ثمن عندنا الرايت فنترقل بها الموجود من النشف يسئين من النشف ويأتي من النشف فيه من النشف في السمف ثمن ذهب الرايت أتريا ثمن 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 طيب الحية طيب وعندنا two ventricles, two between the ventricles and the great arteries leaving the heart Semilunar, عندنا pulmonary, وعندنا الاورتك أول شي عندنا tricuspid valve وعندنا بعدها mitral valve عشان ما تلاحظون ليش نسمى بال bicuspid وهذا tricuspid ثلاث cusps ثم عندنا pulmonary زين تما شايفين وآخر شي الاورتك طيب عندنا البلد vessels نقدر نقسم البلد vessels أساسيا إلى arteries و veins arteries carry oxygenated blood except in the pulmonary artery where it carries the oxygenated blood صفات الارترى they are thick wall they don't have valves زي ال veins زي ما تلاحظون وذي carry oxygenated blood veins are thin many of them possess valves زي ما تشفون لأن ال veins they carry blood against the gravity most of the time and without the valves تحكون في backflow للدم فإس a mechanism to prevent the backflow of blood and they carry the oxygenated blood except يعني pulmonary vein the capillaries the capillaries are small blood vessels macroscopic they connect the atrioles the venules they are site of exchange يعني هي توجد بين مثلاً الخلايا تكون تساعد في إيصال نيوترين والأوكسجين وإزالة الوست ومثال المكان لا يوجد في capillaries the coronary of the eye and the high-end cartilage طيب الانسلموس عندنا three types of anisلموس atriotria عندنا actual and potential we'll discuss in detail in the next slide more in detail عندنا عندنا the vein of venus وعندنا atrio venus atrio venus عندنا example direct بدون وجود capillary وهادا في tips of the fingers and toes وذيما have a role in the temperature regulation وجودها direct عشان maybe to regulate temperature عشان temperature وإن direct through capillaries طيب الارتري as we mentioned before it transports the oxygenated blood طيب الانسلموس connection between end to end atrio 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 which these are actual anastomosis potential عندنا blockage and anastomosis of the arteries will happen an example would be in the heart as you can see when an artery is blocked anastomosis will be created to establish perfusion to the blocked area to perfuse that area with oxygen so it is only functioning when there is a block or damage and arteries as a definition that doesn't have anastomosis and we have natural functional so what next we have the first thing end arteries is not any anastomosis as you can see so if there is a block will die the cells will die from the artery for example in the artery center in the retina in the brain and branches of the cerebral artery in the brain and we have functions there is anastomosis not sufficient but not sufficient so if there is a block there is no anastomosis but it is not sufficient to replace the area so it will die and there is an example within some areas in the bone and the bone and the bone and the bone and the blood and the prostate if there is a block with the appearance it is not sufficient to replace it well the veins the veins as you mentioned the veins the oxygenated blood و سمع los venules unite from large vein, which can be joined together they carry the oxygen word, except the pulmonary veins We are usually complying medium-sized deep arteries and they usually are too يعني زي ما تشوفون زي شبكة حولها وعندنا السيبرفشل زي ما انتم شايفين وزي ما شايفين فيه فالف طيب انقلنا في بداية الحاضرة عندنا بلوت سيكوليشن وعندنا الكارديو بلماني طيب الكارديو بلماني يبدأ من الراية واللانخص بمئة المنتظر which is deoxygenated زي ما قلناه is deoxygenated blood يروح بلنخر deoxygenated ويرجع على البللس which is now called de papelistic circulation ديب عندنا شيء يسمى السينسوات they are capillaries of the liver thin walled, wider and irregular across diameter with discontinuous epithelium and they are present in the liver, spleen, bone marrow and pitotry gland هذه مثال سينسوات سينسوات لها فونش مهم جدا منها انها remove the worn out RBCs وبكتيريا ومهم أيضا لاخذ the nutrients وremove waste واخذ المواد اللي يتجه السورج واللبهد وغيره طيب عندنا الportal circulation عندنا circulation between the GI system to go through the liver back to the systematic circulation so نظام هذا نظام extra capillary bed يعني between the GI gut بعدين again in the liver بعدين back to the systematic circulation what is the GI gut يعني نظام منه 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 يجب منه يجب منه 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 لانه والاستامك وغيره يمر بالسيطان المهم اساسي جدا عشان ما يمر يرجع للسيطان وفي بعض النيوتريينتز او الليبيدز او توكسنز فلازم يمر في الستيشن يشيل التوكسنز ويشيل بعض النيوتريينز او انه توكسنز في مثلا البيلياري سيستم الاخ طيب ناستامك سيستم اليادي ويشيل التوكسن المهاجم لا يوجد كل السيطان يدخل الناس يرتون من قليل فلازم وكل الدم يضخر القلب يرجع مرة ثانية للفلز يوجد من قليل فلازم ويشيل التوكسر لازم المهاجم لذلك نعرفه شو اللمفة هي صندوية كان صندوية صندوية جداً من صندوية خاصة أكثر لذلك صندوية المفاتيك يوجد عمجة من هذا الطريق فهو طريق واحد من الجسم إلى إلى الكارديفاسكرا يعيد الفلود اللي جمع إلى الكارديفاسكرا و اتركت حقه من اللفاتيك اللي يجمع في الجسم فمثلاً الراحة للمفاتيك داكت واللفت في المفاتيك داكت كلهم كلهم تتجمع للمفاتيك داكت كلهم كلهم تتجمع ثم تضخ تضخ مرة ثانية عند المفاتيك داكت ديكال للمفاتيك داكت وكلهم ستتحدث في كارديوك سايكل إن شاء الله بيكون أوضح لكم هناك ف للمفاتيك لديك أكثر من الفاتيكت يعني هذي معلومة مهمة أن المفاتيك فيها فالس لأنها نفس الشي للمفاتيك والليمفاتيك سيستم لديك أكثر ما عندهم ما كين ضخ زي الأرثي القلبي ضخ against the the gravity فلازم وجود فلازم وجود فلازم وجود لتبعي المفاتيك تكون مرافقة للفين والديب تكون مرافقة للأرثي طبعا نشوف في أسئلة طيب طيب حاليا عبد أختم بسيينج من قالها رومي يقول only from the heart can you touch this guy يعني إذا الواحد دائما يضرب بمثال يعني أضرب عنانك للسماء إن السماء يعني limitless ف وحاولوا يعني تدخلون توقع المثال الواضح لكن يعني توقع هنا مدام إن السماء لا حد لها وإذا خلينا دافعنا كلها من قلبنا يعني نحب كل شي نسوي فإن شاء الله رح تبدعوا وهذه إن شاء الله بداية لكم جميلة في كلية مشوار طويل متعب ولكنها جميل وشفرنا نحسوا